تسعمية وواحد وسبعين ناقص ستمية وتسعة وخمسين ماذا تعني تسعمية وواحد وسبعين؟ التسعة هنا في خانة المئات بالتالي هي عبارة عن تسع مئة زائد السبعة في خانة العشرات بالتالي سبعين الواحد في خانة الأحد بالتالي هنا واحد ناقص ستمية وتسعة وخمسين إذن ناقص الستة في المئات إذن ناقص ستمية الخمسة في العشرات بالتالي ناقص خمسين التسعة في الآحد إذن ناقص تسعة الآن عنده طرح عنده الطرح هنا والطرح هنا سوف نجد الناتج هو نفسه دعونا نرى واحد ناقص التسعة لا نستطيع بالتالي سوف أستلف من السبعين عشرة إذن كم يتبقى لديه هنا؟ ستون وعشرة زائد الواحد يصبح العدد إهداش الآن العدد أحد عشر ناقص التسعة كم يتبقى معي؟ إثنين الستين ناقص الخمسين كم يتبقى معي؟ عشرة التسعمية ناقص الستمائة كم يتبقى معي؟ ثلاثمائة عند جمع العدد ثلاثمائة زائد العشرة زائد الاثنين ماذا ينتج لدينا؟ ثلاثمائة زائد العشرة ثلاثمائة وعشرة زائد الاثنين ثلاثمائة واثناش إذن سوف يكون العدد الناتج ثلاثمائة واثناش هل النتيجة هنا سوف تكون نفس النتيجة هنا؟ نلاحظ الواحد ناقص التسعة كما تعلمون بأن الواحد أصغر من التسعة بالتالي لا نستطيع أن نطرح إذن سوف نستلف الآن هنا السبعة سوف تصبح ستة الواحد سوف تصبح الواحد سوف يصبح أحد عشر الأحد عشر ناقص التسعة يتبقى معي اثنين الستة ناقص الخمسة واحد التسعة ناقص الستة يتبقى معي الثلاثة هذا الحل هنا وهذا الحل هنا هو نفسه بالتالي النتيجتين متساوية بالتالي الطريقة صحيحة استطعنا أن نفسر بأن التسعة في خانة المئات هي تسعمائة والسبعة في خانة العشرات هي السبعين والواحد في خانة الآحد هو الواحد وأيضا ناقص الستة في خانة المئات ستمائة وخمسة في خانة العشرات خمسين والتسعة في خانة الآحد تسعة وكما عملنا مسبقا رأينا كيف استطعنا أن نطرح وأن نستلف من العشرات كيف استلفنا وبالتالي وصلنا إلى النتيجة 312 وهنا 312 شكرا لكم